بيجعنا لكم مرة تانية وزي ما قلت في بداية الحلقة أننا النهاردة معانا رواية مختلفة هي رواية السيدة التي سقطت في الحفرة للكاتبة الأستاذ إيناس حليم أهلا بك يا إيناس ومن وراء طبعا أنا قصة الرواية لغبطاني شوية وزي ما قلت كده لكل المشاهدين في البداية أن الرواية جزء منها حقيقي وجزء منها طبعا أكيد في خيال المؤلفة ولكن خلينا نقول للمشاهد قبل ما نبتدي نتكلم عن تفاصيل الرواية أن القصة حقيقية وأن هي حدثة حصلت بالفعل في إسكندرية احكي لنا قصة الرواية هي الرواية بتتكلم عن فتاة بتبدأ رحلة بحثة عن حدثة مشهورة اللغزة حدثة مشهورة قوية دي حصلت في سنة كام تقريبا؟ في سنة 73 شهر 3-73 الحدثة عبارة عن أنه شارع النبي دانيال وده شارع مشهور قوي في إسكندرية فبقى الأرض انشأت وابطلعت هذه الفتاة وكان معها جزهة وكان معها جزهة وده الشاهد الوحيدة على الحدثة ولا كان فيه ناس تانية الشاهدة على الحدثة؟ كان فيه شهود تانية على الحدثة لكن مع بقى مرور السنين تفاصيل الحدثة دي اختفت تبام حتى علشان يعني ألاقي الأرشيف الصحفي اللي بيتكلم عن تفاصيل الحدثة ده الموضوع خاد مني يعني وقت ومجهود كبير فالرواية تتكلم عن رحلة هذه الفتاة للبحث عن تفاصيل هذا اللغز الحدثة وتفاصيل الفتاة نفسها تفاصيل بيتها وعيلتها فإحنا بنبدأ الرواية بأنه والدة الفتاة دي بتديها صندوق فيه سبع هدايا يوم عيد ميلادها يعني وبتقول لها استخديمي الهدايا دي واكتبي رواية عن السيدة التي سقطت في الحفر فبس وبتبدأ بقى رحلة البحث دي من ضمن الهدايا دي ورقة جورنون فيها صورة المبنى ومكتوب فيه إنه اختفاء عروس الإسكندرية بتبدأ بقى رحلة البحث عن بتروح المكتبة بتدور على الأرشيف الصحفي بعد كده بتروح السجل المدني بتحاول تلاقي شهادة الوفاء عشان تعرف تاريخ الوفاء يعني تفاصيل كثير قصة شبه بقى قصتك أنت ككتبة لأنه هو أنت أكيد عشان تكتبي عن الحادثة دي أكيد كنت محتاجة مصادر كتيرة جدا مزبوط وأكيد دي كان عندك مراجع كتيرة جدا وأخدتي وقت وتفاصيل عشان تقدري توصلي للخيوط اللي تخليكي تعرفي تكتبي الحادثة دي أو تعرفي تكتبي عن الحادثة دي مزبوط أشارتي لإيه من خلال الحفرة تفتكري كانت إيه يعني إيه 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 اللي حبيتي تقولي من خلال إشارتك لحادثة زي كده الموضوع تحول منك في الكتابة لقصة بوليسية لحاجة تميل أكتر إلى كتابة الحوادث ولا كان فيه طابع خيالي كان فيه طابع رومانسي كان فيه طابع مثلا ممكن يكون فيه جزء من الفانتازيا في كتابة يعني الرواية خدت منك أنه طريق بعد ما قررتي تكتبي عن الحادثة دي هي الرواية مزيج ما بين الواقعي والخيالي لو هنتكلم عنها نقول نقدر نقول إنهما خطين متوازين خط البحث عن سر هذا اللغز سر الحادثة سر الحادثة نفسها والخط التاني بيتكلم عن حياة الفتاة بقى دي نفسها اللي بتقطفي أثر عروس النبي دانيال حياتها وبيتها وحكايات جدتها وكل ما حولها وكل المحيطين بها فلو مشينا في الخطين المتوازين دول هنلاقي إن الحفرة فكرة انعكاس فكرة الحفرة والتلاشي نفسها بتاعت عروس النبي دانيال بتنعكس على حياة بقية الشخصيات في الرواية البنت اللي هي شادن مظبوط هي شادن شادن هي السيدة التي وقعت في لا شادن هي اللي بتبدأ رحلة البحث اللي بتبدأ رحلة البحث علشان تكتب رواية موضوع السيدة هي دي شادن مظبوط اللي وقعت في الحفرة اسمها ميرفاد أحمد شحيتة كانت عيشة في اسكندرية وده اسمها الحقيقي ده اسمها الحقيقي فالرواية بتذكر بقى تفاصيل يعني كل التفاصيل اللي تخصها اسمها وتاريخ ميلادها وتاريخ اختفاقها وكانت متجوزة مين وتفاصيل عن بيتها وحياتها وفي جزء يعني مذكرات هي كتبتها يعني كانت منشورة في الأرشيف الصحفي زمان في مجلة صباح الخير تحقيقات أستاذ مفيد فوزي فجزء من الرواية حقيقي حقيقي طبعا ومذكر أنه هو من الأرشيف الصحفي لمجلة صباح الخير في تحقيقات مفيد فوزي عندي بقى أسئلة كتير جدا دلوقتي كلها عايزة أسألها مرة واحدة دلوقتي هبتدي الأول بميرفاد هنبتدي بميرفاد مش بشادن ميرفاد انت قلت ان هي كان عندها منشتات وان كان عندها تحقيق صحفي او كان عندها كلام كانت اي لا دي هي اللي عملت لا لا هو مفيد فوزي بعد الحدثة بشخور عمل تحقيق صحفي كبير عن تحقيق صحفي كبير عن تحقيق صحفي عن اختفاقها اوكي وبيتساءل يعني فيه سيناريوهات كتير لاختفاقها ساعتها في منها سيناريوهات خيالية تماما انه بيقولوا ان هي نزلت تحت الأرض والجن خدها العالم تاني ده سيناريو خيالي جوزها عملوا معا لقاء اتكلموا معا اه طبعا كان بيقول ايه يعني من خلال المصادر اللي رجعت لها مين جوزها جوزها عمل ايه جوزها كان بيقول ايه جوزها شف ايه جوزها كان شخص زوحي سيئة في اسكندرية كان لقيب الصحفيين في اسكندرية اوكي اه المفروض ان هو كان ماشي معها كانوا خارجين من السينما وماشي مع بعض وفجأة بيقول انه الارض انشقت وبلعتها انه هو حاول ينقذها لكن معرفش فيه طبعا سيناريو بوليسي في الموضوع بيقول لا ان الموضوع ده يعني مدبر فيه شو كمود قالوا ان الموضوع مدبر وان فيه انا شاية زحرق بس تفاصيل الرواية بس انه فيه عربية لا اخدتها وخطفتها يعني فيه سيناريوهات كتير مطروحة كان لها اي علاقة باي حاجة كان لها علاقة باي تفاصيل تانية عشان تتخطف يعني يعني شخصية عادية البنت دي شخصية عادية لكن جزها ما كانش شخصية عادية جزها ما كانش شخصية عادية اوكي فكان فيه ملابسات بزرق ما بين جن وعفريت وارض وتفتحت وبنت وتخطفت واختفت وما بين حادثة خطف وممكن تكون مدبرة وبالتالي تم الدوشة او حصلت الدوشة اللي حاوليني الموضوع ده عشان في الاخر تختفي البنت دخط دخط بنمشي فيه في الرواية والاساس بقى التاني لحياة البنت نفسها احنا بنتكلم بشكل كبير عن حياة البنت في مدينة اسكندرية وتفاصيل كتير بقى عن المدينة نفسها في فترة اوائل الالفينات توثيق للفترة دي في اسكندرية شكل المباني شكل الشوارع تفاصيل حتى الاساس نفسه يعني طاقم روميو جولييت مثلا اللي بيبقى فنيش كل حد الطاقم الابيسون بتاع السكندرية يعني التفاصيل دي اللي هي بتاعت الفترة دي نرجع لشادن نرجع لشادن كلميني شوية عن شادن كلميني عن بطلة الرواية بتاعتك خلاص احنا عرفنا شوية عن تفاصيل الحادثة كلميني شوية عن شادن تأثرها بالحادثة انت كنت تحب تطلعي شادن عاملة ازاي يعني شكلها ايه شادن من وجهة نظرك او في خيالك كان شكلها ايه شادن فتاة يعني عندها واحد وعشرين سنة درست الصحافة فكانت عايزة تكتب الحدوتة من وجهة نظر يعني معتمدة اكتر على الادلة والبراهين ولكن هي كتبت الرواية دي باوامر من والدتها هنعرف بعد كنا ان والدتها هي دكتورة في علم الميثولوجي وان هي كانت عايزة تكتب نفس الحكاية دي بوجهة نظر خيالية تمام او اسطورية تمام فما بين وجهتين النظر المختلفتين دول لكتابة الحدوتة نفسها والفكرة الكتابة نفسها والرؤية العالم احنا بقى بنشوف الخط ده في كتابة الرواية غير تأثر شادا بحكايات جدتها الحواديد بقى اللي هي اللي كانت جدتنا بتحكيها وإحنا صغيرين اه وكان في علاقة ما بينها وما بين جدتها علاقة قوية جدا بالزبط كانت متأثرة بيها بالزبط فهي شكل الكتابة نفسه بقى يعني ما بين الصراع ان هي تكتبها بناء على أدلة وبراهين بقى والحاجات اللي بتدور عليها وفي نفس الوقت هي متأثرة بحواديد جدتها وبشكل التربية اللي أمها وربتها عليها خصوصا فيها علاقة متوترة بينها وبين مومتها لأسباب بقى يعني اللي هي علاقة بقى بالأب وتفاصيل اللي هي علاقة بحياتها يعني مذكورة في الرواية ام ام اوكي وشعدا بعد ما اختارت انت قلت لي في الأول انها اختارت ما بين كذا ورقة اختارت ايه؟ لا هي مش ما بين كذا ورقة هي يعني احنا بنتكلم بقى في طريقة الكتابة نفسها بتاعت الرواية بخلال رحلة البحث دي ما بين ان هي بتذكر السيناريوهات الخيالية او الأسطورية زي ما احنا بنقول وما بين ان هي بتدور بقى على الحقيقة هي طول الوقت بتدور على الحقيقة واعيزة تعرف معنى الحقيقة وعرفت؟ هنعرف في الآخر ان الرواية مش مكتوبة عشان نحل اللغز اه اصلا عارفة لو الكنز في الرحلة ايوه الكنز في الرحلة ايوه الكنز في الرحلة نفسها فعلا طيب خدت منك وقت قدقية حضرت لها في قدقية تتكلمي عن حادثة وحادثة يعني شائكة برضو ومخيفة لحد ما عشان تحميلي التوليفة دي وتنقلينها تاني لشعدا وتنقلينها تاني لعلاقتها بأمها وعلاقتها بجدتها واخدت منك وقت قدقية الحكاية هذه خدت وقت طويل وقت طويل اه هي الفكرة بدأت معايا كنت بعمل يعني ريسيرتش كده على الانترنت على حاجة ملاش علاقة بموضوع خالص فلقيت الجملة اللي ظهرت لي دي انه شارع النبي دانيال يبتلع الفتاة فجملة كده ما فيهاش اي تفاصيل تانية لا اسم البنت موجود ولا تفاصيل عن الحادثة موجودة ولا اي حاجة الجملة شدتني يعني ايه شارع يبتلع الفتيات وشارع في اسكندريا مدينتي اللي انا اصلا بشوفها يعني مدينة طول الوقت ملهمة بكل الاشكال بشوف يعني ده في شوارعها في مبانيها في كل حاجة فبدأت ادور عن الموضوع لقيت مفيش معلمات خالص حرفيا الكلام ده كان سنة 2010-2011 فطبعا الموضوع اتعطى الفترة طويلة جدا ان انا الاقي اي تفاصيل عن الموضوع وتفاصيل ان انا الاقي ارشيف صحفي اصلا يوسق الحادثة دي كان الموضوع صعب بس فاخدت مني فترة طويلة عشان كده وفترة التوقف طويلة اصلا يعني اه يعني على مراحل اشتغلت شوية وقعدت شوية ورجعت لها تاني وكده